معنا النهاردة أفكار وديكورات للمنزل مجموعة من الأدوات والحيل والأفكار والابتكارات أشياء جميلة جدا بنبدأ بها معاكم ومعاين أول حاجة تجم الشمعدان ده اللي انتوا شايفينه ده متاح وسعره جميل جدا ومتوفر سعره 650 جنيه ما شاء الله عليه جميل معاكم أحدث الدكورات وأجمل التصميمات العصرية ما شاء الله تصميم ديكوري عصري ما شاء الله تجم شمعدان مكون من 3 قطع الشمعدان الكريستال التحفة اللي ما شاء الله عليه حاجة جميلة جدا وعصرية نشوف اللي بعده معاكم ودي ساعة حائط غزالة ما شاء الله شكل الشياكة والتحفة عندنا منها المستورد وعندنا منها المصري المستورد عاملة 500 جنيه وفي منها المصري متاحة بـ 225 جنيه لسا الله أكبر عليها جميلة جميلة والشياكة شوفوا يا جماعة التصميم ما شاء الله دكورات عصرية جميلة جدا 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 هنستعرض معاكم كمان مجموعة من الألوان الجزابة والجميلة جدا من الساعة الغزالة زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله أشكال جميلة وتحفة تحفة تحفة الله أكبر عليها جميلة جدا في منها مصري في منها مستورد وسهل جدا الحصول عليها متوفرة في الأسواج المصرية ما شاء الله أشكال جميلة جدا ودكورات عصرية الله أكبر عليها دي بقى باللورة للنيش هتظهر معنا حالا ما شاء الله شكلها جميلة جدا الله أكبر عليها وسعرها 150 جنيه اتفرجوا يا جماعة واستمتعوا بالتصميمات والدكورات العصرية لبيتك ما شاء الله الله أكبر ب150 جنيه في منها مختلف الأشكال والتصميم العصرية الجميلة كل واحده على حسب زوجه واختياره ما شاء الله أشكال جميلة ما شاء الله الله أكبر حسب زوجك واختيار حضرتك ما شاء الله تقدر تختار اللي حضرتك عايزها وها كمان بتشتغل بالحجارة وممكن حضرتك تشغليها او ما تشغلاش ده حتى ترجع لحضرتك زي ما نشوف دلوقتي هم حجرين أو ثلاثة هم ما شاء الله عليها جميلة الله أكبر متاحة بإذن الله تعالى الورد الجميلة اللي انتو شايفينه ده 9 فروع ما شاء الله لكوة إلا بالله سعرهم 16 جنيه 9 فروع وألوان ما شاء الله الله أكبر متاح ألوان وتصميم جديدة وجميلة جدا ما شاء الله لكوة إلا بالله 60 جنيه 9 فروع زي ما انتو شايفين كده أشكال كتيرة خالص الله أكبر الله أكبر الله مبارك شكلهم ما شاء الله تحفى ديكور عصري لبيتك من معرض منزلي الساعة التحفى الجميلة دي ساعة ديجيتال غزالة الغزالة دي في منها أكتر من ديزاين وأكتر من شكل تقدري حضرتك تختاري ما بينهم وتكرري الشكل اللي يناسبك وعلى حسب إمكانياتك ما شاء الله زي ما أنتم شايفين دي أعلى موديل من موديلات الساعة الديجيتال الغزال سعرها عاملة كام 1200 جنيه سعرها 1200 جنيه طب ليه أنا بقول السعر بنقول السعر عشان ما حدش يتغلب أو حد يضحك عليكم في الأسعار دي ساعة كلاسيك جميلة جدا سعرها ب500 جنيه ولو جبتها ب600 ما تبيش اتغلبتي جوي لكن هي سعرها في معرض منزلي 500 جنيه ساعة كلاسيك ما شاء الله جميلة جدا زي ما أنتم شايفين كده الله أكبر عليها ما شاء الله وعندنا ساعة سلسلة ولكن مصري سعرها يتراوح من 200 جنيه إلى 250 ما شاء الله أشكال جميلة اللهم بارك ما شاء الله لقوة إلا بالله هنغير معاكم ونشوف المج الديجيتال الحراري ما شاء الله عليه مج جميل جدا سعره 100 جنيه ما شاء الله لقوة إلا بالله ستلس 504 زي ما أنتم شايفين كده نتأكد طبعا من الستلس لازم يكون عليه الأختان بتاعته ما شاء الله جميل حجمه نص لتر وبينزل منه ألوان كتير زي ما أنتم شايفين كده حضرتك تختاري اللون اللي يعجب حضرتك وتاح جميع الألوان ما شاء الله ألوان جميلة وجزابة ما شاء الله الله أكبر نشوف الشمعة البسيطة دي وسعرها 35 جنيه شمعة بسيطة ما شاء الله لقوة إلا بالله 35 جنيه السعر اللي أنتم شايفينها دي أو اللي هتشوفوها معاها دي سعرها 1100 جنيه ما شاء الله لقوة إلا بالله شكل جميل ودزاين رائع العشاق التطوير والتجديد إن شاء الله كل جديد هتتبعوه وحتشوفوه من داخل جالري ومعرض منزلي للأدوات المنزلية وزي ما بنقول أي استفسار معاكم إن شاء الله مكملين ما شاء الله شياكة أشكال تحفة 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 ما شاء الله لقوة إلا بالله نشوف الساعة كمان اللي معنا دي ما شاء الله لقوة إلا بالله أشكال جميلة جدا الله أكبر اللهم بارك وبنستعرض معاكم أشكال وألوان تشكيلات تحفة ولما تشوفيها حضرتك على الطبيعة حاجة الله أكبر جميلة جدا جميلة جميلة وتحفى ما شاء الله الساعة دي سعرها يا جماعة يتراوح ما بين 750-800 جنيه سعرها جميل ومحترمة وتستهل ما شاء الله يبا زي ما بنقول سعرها 750-800 ما تبشي اتغلبت فيها احنا بنقول لكم بعض الأسعار عشان تبقوا عارفين مدى المنتج اللي حضراتكم بتشتروه سواء من عندنا او من عند غيرنا بننوه للجميع ان كل المنتجات اللي حضراتكم بتشوفوها دي والأسعار اللي بنقول لكم عليها سواء اشترتوها من عندنا او من عند غيرنا احنا بننوه على الأسعار عشان محدش يغشنا ويضحك علينا في الأسعار وكمان في كتير من المنتجات دي مش بتكون موجودة عندي ولكن عارف سعرها بنور حضراتكم بيها او بعرف حضرتك سعر المنتج ده ايه زي الأباجورة اللي معنا دي سعرها ما شاء الله لقوة إلا بالله 190 جنيه دي أباجورة نظام touch او لمس زي ما انتو شايفين كده البولات الشياكة اللي انتو شايفينها دي صناعة تركية بتدخل المايكروويف والفرن ما شاء الله عليها تلت قطع بسعر 175 جنيه في الحدود دي برضو يا جماعة ومعنا السرفيز الجزاز التركي اللي انتو شايفينه ده بسعر 200 جنيه سعر السرفيز ده سرفيز جزاز تركي ب200 جنيه خامة تركية ما شاء الله الله هو اكبر وفيه كمان السرفيز البرسلين اللي انتو شايفينه ده سعره 325 جنيه سعره في حدود 300 ل325 عشان نبقيه بكل امانة وسطة ده برجي ايفل المضيئ يا جماعة متاح منه 3 مجاسات سعر 65 55 ومتاح في جالري منزلي بالاسعار اللي بنقولها لحضراتكم زي ما انتو شايفين اشكال جميلة من الشجر دي اسمها شجرة مش مش ما شاء الله لقوة إلا بالله بينزل منها حجم كبير وحجم صغير الكبير منها ب240 جنيه في الحدود دي والصغير ب190 جنيه كمان معنا المنبه الجميل اللي انتو شايفينه ده هو المنبه راحت عليه بس ده لوازم الدكور لوحد ليه في الدكور والتميز ما شاء الله لقوة إلا بالله شكله جميل جدا وشياكا اللهم بارك وبمناسبة العام الدراسي معنا برضو مج الشنطة اللي انتو شايفينه ده جميل ما شاء الله لقوة إلا بالله سعره 125 ولو جبتي لقات 150 ما تبش اتغلبت في سعره ولكن هو سعره العادل 125 جنيه عالم الأدوات المنزلية والديكورات عالم لا ينتهي من الجمال والإبداع بنتمنى يا رب ان تكون المنتجات عجبتكم بنتمنى يا رب في نهاية الفيديو ان تكون المنتجات اللي عرضناها عليكم نالت إعجابكم كل التصميمات والديكورات المنزلية اللي عرضناها علي حضراتكم متاحة وموجودة وسعرها في المتناول وسهل جدا الحصول عليها في مصر بنتمنى يا رب ان كل الناس تعمل لايك وشير واشتراك للقناة اللي لسه مشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد من معرض وجلري منزلي للأدوات المنزلية زي ما انتو شايفين معنا أشكال جميلة جدا وشغل ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله لقوة إلا بالله تشكيل جديد وكبير جدا ان شاء الله ونوفر معاكم على جد ما نقدر المنتجات بأسعارها بإذن الله نشكر الجميع وبالنوه تابعونا على المنتدى بنزل أسعار منتجات بالأسعار على المنتدى والشحن متاح لجميع محافظات الجمهورية بنشكر جميع المتابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر